بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم أسئلتكم اللي بتيجي للقناة محل اهتمامنا وهي اللي بتخلينا دايما نغير أو نعدل في الحلقات مشكلة الاهتزازات مشكلة تأخير الدوارة تاني والأسف ما بتظهرش في الفحص مشكلة عدم توفير الوقود مشاكل كبيرة جدا أحيانا كمان يظهر معاك أدخنة من المحرك تيجي تمشي على سرعة بوس تلاقي السيارة بتبطأ دعسة البنزيم أو الضغط على الدواسة في مشاكل بدأت الأسئلة تيجي من خلال الحلقات السابقة وقلنا نازم نهتم بالموضوع ونبين لحضراتكم كل شيء وكمان معنا الحلقة رقم 18 من المسابقة الرمضانية كل عام وأنتم بخير ما تنساش المسابقة السؤال بتاعها بيبقى في آخر الحلقة الجواز كتيرة جدا أجهزة للسيارات تنفع في سيارتك أجهزة فحص كتب صيانة وبرامج كمان للإصلاح والصيانة كل ده حتلاقيه في آخر رمضان إن شاء الله لما نعمل السحب على المسابقة نروح مع بعض نشوف المشكلة المزعجة دي ونشوف كل شيء عنها بالتفصيل هنروح لرسائل حضراتكم واللي دايما بنغير موضوع الحلقات بسببها عشان نلبي كل احتياجاتكم وأسئلتكم وبنختار الرسائل اللي هي المهمة طبعا في رسائل كتيرة ولكن بنختار الرسائل اللي هي مؤثرة ومهمة هنروح نشوف الرسالة كده الرسالة دي مهمة جدا طبعا الضغط على دواسة البنزيم أكتر من مرة بتقبل مرة ومرة ما بتقبلش أشير رجلي من على الدواسة بتاعت الوقود بشكل متكرر تبدأ السيارة تقطع والتفتف وترجع تاني تاخد الدوسة الطبيعية الخاصة بيها هادي رسالة من الرسائل المهم هنروح للرسالة التانية لما السيارة بتبقى ماشية والاربي ام يرتفع ايه اللي بيحصل؟ بتحصل مشاكل كتيرة أول ما ييجي يضغط كمان ضغطة خفيفة تبدأ النتاعات أو التغيرات في سرعة السيارة طبعا غير كل شيء غير مضخة البترول أو مضخة الوقود وحنلاقي في آخر الرسالة جملة مهمة جدا أن المشكلة دي لا تظهر في فحص الكمبيوتر وده الخطير وده اللي عايز حضراتكم تركزوا معايا فيه دايما بقولوا في معظم الحلقات أن أنا عشان يتم الاحتراء أنا محتاج ثلاث حاجات هواء ووقود وشرارة اشتعال ليه بقول التتابع والترتيب ده عشان نقدر نوصل للخلل أو المشكلة المشكلة اللي عندي هنا في الرسالة دي هي خاصة بالهواء عشان الهواء يدخل للمحرك بيبدأ من الفلتر بتاع الهواء بعد كده بيعدي على حساس الهواء لو حساس الهواء في سيارتك بعد الفلتر ممكن يكون فيه حساس ضغط تاني في المانيفولد أو المشعب أو التلاجة بعد ما هيوصل لحساس الهواء لو حساس الهواء بعد الفلتر هيبدأ يعدي على الثروتل أو البوابة بتاعت الهواء وعايز حضراتكم تاخدوا بالكم من النقطة المهمة جدا دي الثروتل أو بوابة الهواء هو المتحكم في كمية الهواء اللي بتدخل للمحرك يعني عندي بوابة بتفتح وتقفل يبقى كده حاجة لنقطة مهمة جدا نوع الثروتل او بوابة الهواء عند نوع اللي هو بواير وعند نوع اللي هو الكهربي او الكهربائي حسب نوع الثروتل هنبدأ نشخص المشكلة الثروتل اللي هو بواير او بيشتغل ميكانيكيا الثروتل ده بيبقى على البوابة هنلاقي موجود حساس او مقاومة متغيرة اسمها التي بي اس او حساس فتحة الثروتل مهم جدا نركز فيه حساس فتحة الثروتل ده حسب فتحة الثروتل بيدي اشارة للكمبيوتر يقول له كمية الهواء اللي داخله للمحرك مقدرها كذا يبقى لو الحساس ده حصل فيه مشكلة هنبدأ نفحص الحساس ونشوف المقاومة بتاعته زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم بنبدأ نختبر الحساس ونشوف هل المقاومة بتاعته سليمة ولا لا بيصل زيت الى المقاومة الخاصة بالحساس وبتعمل عزل وبتعمل مشاكل وحضرتك ماشي يبدأ الحساس ده او السنسور او المقاومة المتغيرة تبدأ تتغير مع الاهتزازات والمشاكل ايضا اللي تحصل فيها نتيجة خلل المقاومة نفسها المادة الخاصة بالحساس او بالمقاومة بتختلف او بتتغير مع مرور الوقت فمهم جدا انت تبدأ في نظافته وبعد كده تبدأ تقيس المقاومة وحل بسيط جدا وسهل ده لو كان الثروتل الخاص بيك او بوابة الهواء اللي هي بواير العادية طيب لو بوابة الهواء الخاصة بيه اوتوماتيك او بوابة هواء كهربية يبقى مهم جدا ان انا افحصها كويس جدا افحص الفيشة زي ما تعودنا دايما الاول ببدأ بتنظيف الثروتل وطبعا اقدر ان اضافه بكل سهولة بالسي ار سي او المنظف التلاموسي عشان بيبقى فيه ايضا مقاومة متغيرة ولكن بتبقى مختلفة في الشكل وموجودة على برنتا او دايرة مضبوعة ما اقدرش ان انا اوصل لها زي الثروتل اللي هو البوابة او الثروتل الهواء اللي هو ابواير العادي فبيبقى صعب شوية حشوف الفيشة بتاعة الثروتل الكهرابي فيها مشكلة الوصلات الكبل او الكبلات او الاسلاك اللي داخلها للفيشة دي مهمة جدا لان هي بتحمل الاشارة الخاصة بالحساس بتاع التيب اس او المقاومة المتغيرة فلو فيها خلل ايضا هتعمل لي المشكلة دي وايضا بعد ما اشوف الثروتل الواير او بوابة الهواء اللي هي بواير ايضا اشوف الافياش والاسلاك الخاصة بيها المشكلة الكبيرة ان معظم اعطال التيب اس او المقاومة المتغيرة اللي موجودة على فتحة الثروتل او بوابة الهواء ما بتظهرش في الفحص وكمان ما بتبقاش مخزنة في الكمبيوتر بتاع السيارة طب هحل المشكلة دي ازاي انا كصاحب سيارة اول شي احدد الثروتل الخاص بسيارتي لو الثروتل اللي هو ابواير اللي هو الثروتل العادي حبدأ انظف الثروتل اولا وبعد كده انظف الحساس بتاع التيب اس وحسيب لحضراتكم في اخر الفيديو فيديو مفصل ازاي تنظف الحساس ده وتقسمه قومته وتشوف كل شيء عنه وتحل المشكلة بالتفصيل طيب لو الثروتل او بوابة الهواء الخاصة بيها اوتوماتيك او الكترونية هتبقى مشكلة كبيرة حبدأ بالحاجات السهلة الاول انظف الثروتل انظف الفيشة اسوف الاسلاك اللي واصلة للضفيرة اشيك عليها واللي رايحة كمان للكمبيوتر ممكن تعمل المشكلة دي ابدأ بالاسهل طب معرفتش اوصل لحل هيبقى فيه مشكلة في المقاومة المتغيرة او حساس التيب اس الموجود او المطبوخ مع المكونات الالكترونية صعب ان انا حوصله وبعد المحاولات الكتيرة دي في النهاية ممكن اوصل ان انا اختبر او اشيك على الثروتل الخاص بيها على سيارة تانية ان امكن لان في النهاية لابد من التغيير لو كان المشكلة او الخلل فحساس التيب اس اللي موجود داخل الثروتل الاوتوماتيك نروح بقى لسؤال حلقتنا النهاردة والمهم جدا الحساس او المقاومة المتغيرة او التيب اس الخاص بالثروتل اللي ظهر قدام حضراتكم فيه زيت الزيت ده وصل له منين؟ هل وصل له من فلتر الهواء؟ ولا من المانيفولد او بخار الزيت اللي في المانيفولد؟ ولا وصل له من دائرة الزيت او دائرة التزييد الخاصة بالمحرك؟ ما تنساش تسيبي الاجابة اسفل الفيديو ويا رب حضراتكم تكونوا استفادتم وكل عام وانتم بخير